الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومعده فأهلا وسهلا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة واليوم إن شاء الله عز وجل نطالع الصحائف الأخيرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن جابر قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لا يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أنه يحج فأتى المدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بعمله ثم أخذ الحديث يسوقه إلى أن وصل إلى خطبته بعرفة إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ضربت له القبة بنمره ورحلت له القصواء ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس الخطبة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته الخطبة التي كان البكاء فيها شيمة كان البكاء هو السمى الظاهرة على هذه الخطبة وسنعرف ما هو سبب ذلك إن شاء الله عز وجل اليوم نطالع الصحيف الأخيرة في سرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم الذي أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ذلكم اليوم الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم للعالم عقله الغائب وصالح النبي عليه الصلاة والسلام بين الفطرة السليمة والوحي وكذلك صالح بين العقل والدين عليه الصلاة والسلام في كلمات موجزات هذه الكلمات تعد على أصابع اليد الواحدة تعد على أصابع اليد الواحدة الذي يتتبع ويستقر خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يرى أنها كلمات موجزات فعلا فعلا لكنها اختصرت في كلمات معدودة ما تفرق من خلال دعوته صلى الله عليه وسلم في سنوات كثيرة فيه 23 عاما اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة ولذلك هذه الخطبة لها شهرة واسعة كما تعرفون وكما سأذكر لحضراتكم هذه الخطبة لو تدبرتها لوجدت أن الكلمات بسيطة ولا عجب في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ونحن نعرف أنه أوتي جوامع الكلم فالكلمة البسيطة المبنى لكنها تكون كثيرة المعنى كلمة صغيرة أو جملة بسيطة أو سطر أو سطرين لكنه يحمل معاني كثيرة وكثيرة جدا جدا لخصت كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من خلال رحلته الطويلة مع الصحابة منذ أن بعثه الله للناس هاديا ومبشرا ونذيرا إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى بالمدينة في سنة الحاديات عشر ولذلك نذكر إن شاء الله عز وجل أهم الإشارات وأهم المعالم في هذه الخطبة العظيمة التي نستخرج منها ما ينفعنا في هذه الحياة الدنيا ونستذكر ونسترجع مع رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه الأيام العطرة وهذه الأيام الجميلة التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حجة الوداع وكما يقال حجة الإسلام أو حجة البلاغ بأي هذه الألفاظ تفقل فهي تعرف بحجة الوداع لأن النبي ودع فيها أمته وتعرف بحجة البلاغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية خطبة الوداع كما تعلمون حضرتكم أنه قال ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال اللهم فأشهد فسميت بحجة البلاغ وكذلك تسمى بحجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة فقط لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمرات طيب هذه الحجة التي حجها النبي وهي أول حجة وآخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك إشارات عظيمة جدا وأول إشارات هذه الخطبة والتي أصبحت عالما على خطبة الوداع كلمة أصبحت معروفة ومشهورة وأصبحت عالم على خطبة الوداع في أي وقت تذكر تعلم أن هذه خطبة الوداع وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ولك أن تتخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات كلمات محزنات تلين لها القلوب وتدمع لها العيون تخرج من فم الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فمه تخرج يخاطب بها أصحابه رضوان الله تعالى عليه ومن أصحابه وما أدراك من أصحابه أصحاب هؤلاء هم الذين تعلقت قلوبهم برسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة هم الذين امتلأت نفوسهم ومشاعرهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أدري والله ما حلم حينما سامعوها من رسول الله لأنكم تعلمون كيف كانت محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وبالأنفس الصحابة رضوان الله تعالى عليه كان الواحد وتمنى أن يرضى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبذل كل شيء في سبيل ذلك فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم واختلط هذا الحب بدمائهم ولحمهم اختلط هذا الحب المشاعر اختلط هذا الحب بقلوب والأنفس ولذلك ما أدري محال الصحابة حينما سمعوا هذه الكلمة إذا كنا نحن الآن نتأثر حينما نستعرض الصحائف الأخيرة واللحظات الأخيرة من سرة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أيامه الأخيرة وكيف ودع النبي أمته وكيف ودع النبي هذه الدنيا بما فيها ومن فيها فالإنسان يشعر بحنين ويشعر بحزن ويتأسف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رحل من الدنيا أو عن الدنيا ولم نره صلى الله عليه وسلم فما بالك بحال هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد صحبوه قربة ربع قرن من الزمان صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام مسافة طويلة وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الشدة وأيام التكذيب وأيام التهجير وعندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل مواجرا وعاشوا فترات الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر اللحظات وفي أصعابها وكذلك حينما هاجروا إلى المدينة وبنوا هذه الدولة العظيمة كل هذا وغيره عاشه الصحابة الله تعالى مع النبي عليه الصلاة فليس من الهين وليس من السهل على قلب إنسان يحب أخاه ويحب إنسانا أنه يسمع أنه سيرحل ولا يتأثر بذلك فما بالكم بأن الذي يتكلم الآن هو حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم والمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد العظيم المهيب كما قال جابر حينما ركب النبي عليه الصلاة والسلام دابته فكنت أنظر مد بصري فلا أرى شيئا إلا ركبانا أو مشاتا لا أرى أحدا مكان خال إلا وفيه ركبان أو مشاة من كثرة الجمع الذين تجمعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أتوا من كل فج وصوب أذن النبي عليه الصلاة والسلام فأتى الناس وناس كثير كثير جدا جدا من كل فج وصوب أتوا من السهل ومن الجبل ومن القرى ومن البواد ومن الصحار مشاتا وركبانا ليلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليخرجوا مع رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم لكن قبل أن نكمل وقبل أن نعرج على ما قاله النبي وكيف ودع الرسول وما هي الإشارات التي أشارت إلى قرب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة لعل لا ألقاكم بعد عام هذا لكن أريد منك أيها الحبيب أن تذكر معي وأن تتذكر معي وأن تسترجع حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يطوف على القبائل يقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي أتذكرون هذا؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي أو رسالة ربي فلا يجد عليه الصلاة والسلام ملبيا ولا يجد نصيرا أتذكرون هذا؟ أتذكرون حينما كان وحده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به أحد أتذكرون حينما خرج مهاجرا من بلده ومن بين أهله وأحبابه وعشيرته إلى أرض غريبة إلى أرض يثرب أتذكرون هذا؟ حينما عاتب الله عز وجل الدنيا كلها الله عز وجل عاتب الدنيا كلها لخروج الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله يا العليا والله عزيز حكيم أتذكرون حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وما كان معه أحد ما كان يمشي أمامه إلا الصديق ولا يمشي خلفه إلا الصديق ولا يمشي عن يمينه إلا الصديق ولا يمشي عن شماله إلا الصديق ولذلك استحق أبو بكر بلا منازع رضي الله تعالى عنه أن يكون خليل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مفضلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت متخذا من الأرض أو من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمن فهي صحبة في الله ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحبه هو أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي يستحق ذلك لما قدم من بذل وعطاء وتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في يوم هجرته لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة البخاري وغيره حينما دخلت النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر واستأذن فدخل فقال يا أبا بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر يا رسول الله هم بعض أهلك يعني لا ليس في البيت أحد إلا عائشة وأسماء فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أذن لي قد أذن الله لي فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله الصحبة فقال نعم يا أبا بكر قالت عائشة رضي الله عنها كلمة في منتهى الروعة وتعطيك إشعار وتوضح لك وتبين لك مدى محبة الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم الصحبة قالت عائشة رضي الله عنها فما كنت أعلم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح ما كنت أعرف عائشة تقول لم أكن أعلم أنه ممكن البكاء بسبب الفرح أو السعادة الإنسان يبكي فقالت حتى رأيت أبا بكر يعني أباها يبكي من شدة فرحه حينما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحبه وأنه رفيقه وأنه الذي يخرج معه في هذه الرحلة العظيمة التي سطرها التاريخ والتي غيرت مجرى التاريخ وغيرت حال الأمة وغيرت قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتحولت بسبب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الصحابة وقلوب الناس جميعا إلى قلوب مسلمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى تعرف ربها وتعرف نبيها وتعرف حق رسولها وحق دينها إلى غير ذلك مما تعلمون صروا إلى خروج النبي أتذكرون حينما خرج النبي مطروضا أتذكرون حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين الأقارب إلى أرض غريبة وخرجت تبغي من يكون مؤازرا ومضيت في حذر من الرقباء وخرجت تبغي في الأباع لنصرة إن الأقارب أتعس التعساء ونظرت خلفك والدموع غزيرة يا أرض مكة يا أطهر الأرجاء يا بقعة عند الإله عزيزة وكذاك عندي بل وأنت شفاء يا مهبط الوحي إني أرتجي من عند ربي منة بلقائي إن الذي فرض الكتاب عليكم سيردكم يوما من السعداء هذا وعد وعد الله عز وجل به رسوله عليه الصلاة والسلام هذا وعد وعهد وعد الله وعاهد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معان وفي هذا اليوم العظيم في حجة البلاغ وحجة الوداع وحجة الإسلام يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفيذا لوعد الله سبحانه وتعالى له لأن الله عز وجل رده ورده فاتحا منتصرا بدينه ومعليا كلمة الله سبحانه وتعالى خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة المشرفة ومعه عشرون ألفا من الصحابة ردون الله تعالى ما بين راكب وماشي كما ذكرت الحضراتكم جاءوا كلهم ليأتموا برسول الله وليعملوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن أنا بس حبيب النهاردة أنا لن أذكر خطبة الوداع كاملة لأنها تحتاج إلى وقت أطول من ذلك لكنني استوقفني مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحضراتكم أن خطبة الوداع كلها إشارات أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى إشارات عظيمة وقضايا مهمة جدا جدا في هذه الخطبة لعلنا نقف معها إن شاء الله عز وجل في الأيام المقبلة بعد العيد بحول الله لكن أنا أرضى زي ما قلت الحضراتك العنوان العريض والإشارة العظيمة البارزة التي راها كل الناس والتي أصبحت علما على خطبة الوداع كما ذكرت هي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة وبهذا البلاغ وبهذا الموقف يودع الأمة وأنه لن يأتي إلى مكة مرة ثانية وقد أشار القرآن إشارات كثيرة جدا تشير إلى قرب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام منها قول ربنا سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئمات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجل له الشاكرين وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئمت فهم القالدون وفي قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون أيضا من الإشارات التي دلت على قرب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكانت بعرفة وكانت يوم الجمعة كما هو معروف لدى جماهير المسلمين كذلك في ثاني أيام التشريق نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابدا كانت تاني يوم العيد كانت تالت يوم العيد وتاني أيام التشريق فنزلت هذه السورة فلما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام قام صاحبه وأخوه وصديقه وحبيبه وصفيه أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله حينما صعد المنبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فأقول أنس فعجبنا لهذا الرجل لكننا عرفنا بعد ذلك أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله وكان أبو بكر أعلمنا برسول لما وقف وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الآخرة فاخترم عند الله فعلم أبو بكر أن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا كما لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بك عمر رضي الله عنه وقال وهل بعد الكمال إلا النقصان أيضا في إشارة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كان يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني على أشياخ بدر أو مع أشياخ بدر عبد الله بن عباس كان سيدنا عمر رضي الله عنه يحبه ويجله ويقدمه فكان يدخله على أكابر بدر الذين حضروا غزوة بدر وأكابر الصحابة وكان ما لا يزال غلاما صغيرا فقال عبد الله بن عباس فكان بعضهم يجد في نفسه شيء يعني بعضهم يقول لماذا يدخل هذا الصبي ولنا أبناء مثل هذا الصبي لا يدخلون عندنا فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قاله أهل بدر أو بعضهم في عبد الله بن عباس قال ابن عباس فدعاني عمر رضي الله عنه فدخلت مع أشياخ بدر فقال عمر موجها سؤالا للموجودين قال رضي الله عنه ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا فقال بعضهم أمرنا الله عز وجل أن نسبح ونستغفر إذا نصرنا على أعدائنا دا اللي تفهم من الآية من السورة المباركة وسكت بعضهم يعني بعضهم قال هذا الكلام والآخرون قد سكتوا لم يجب منهم أحد قال ما تقول يا ابن عباس في هذه السورة قال أرى أنها أجل رسول الله أو قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا ابن عباس ما أعلم منها إلا ما علمت عمر يقول والله ما أعلم من هذه السورة إلا ما علمت أنها نهاية وأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من الإشارات الدال على قرب وفاة الرسول عليه الصلاة وآله وسلم وهذا كان بوقت يسير جدا جدا حينما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مشيتها مشية النبي كانت بتمشي زي النبي بالضبط شكل مشية النبي عليه الصلاة وكانت سنة فاطمة تشبه الرسول عليه الصلاة وكانت فاطمة تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فدخلت كأن مشيتها مشية الرسول عليه الصلاة وقالت فقام لها النبي عليه الصلاة وقبلها وقال لها مرحبا يا ابنتي قال مرحبا يا ابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن يساره شك من السيدة عائشة هل جلست على يمين الرسول عليه الصلاة عن يمينه أو عن يساره قالت فأسر لها النبي حديثا فبكت أسر لها النبي حديثا فبكت ثم أسر لها حديثا آخر فضحكت فقلت لها خبريني أو أخبريني كيف ضحكتي ثم بكيت وقالت في تعبير لها ما رأيت حزنا أقرب من فرح بتقول أنا ما شوفش حد بيحزن وبيفرح في نفس الوقت سيد عيشة بتعلق يعني لأن سيدها فاطمة بكت ثم بعد ذلك ضحكت فقالت ما رأيت حزنا أقرب من فرح فقالت أخبريني قالت ما كنت لأفشي سر النبي فلأما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة بالذي بيني وبينك خبريني كيف كان يحدثك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها سيدة فاطمة قالت إذن أحدثك الآن طالما أنه وسلم مات قالت ماذا قال وماذا أسر لك النبي عليه الصلاة والسلام قالت أسر لي وقال يا فاطمة أو يا ابنتي إن جبريل كان يأتيني في كل سنة مرة يدارسني فيها القرآن وفي هذا العام جاءني فعرضني أو درسني القرآن مرتين جاءني في هذا العام مرتين ولا أراه أو لا أراه هذا كلام النبي لفاطمة إلا أجلي لا أراه إلا أجلي يعني انتهاء أجلي يعني لا أرى ذلك إلا انتهاء أجلي فقالت فلذلك بكيت حينما قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها علمت باقتراب وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيفارق الدنيا ومن يحب النبي كما تحبه فاطمة ومن يحزن على فراق النبي كما تحزن فاطمة ومن يبكي لبكاء أو لفراق النبي كما تبكي فاطمة رضي الله تعالى عنها ثم قالت ثم أسر لي مرة ثانية فقال يا فاطمة أما ترضينا يا فاطمة أما ترضينا أن تكون سيدة نساء العالمين وفي لفظ ألا ترضينا أن تكون سيدة نساء أهل الجنة قالت عند ذلك ضحكت فده كان سبب السبب في البكاء أنه أعلمها أنه قد اقترب أجله عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني الذي جعلها تضحك حينما تكلم معها وأسر إليها أن تكون سيدة نساء العالمين ولحقت بربها بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر هذه إشارات كثيرة وتدل على اقتراب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أيضا حينما ودع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يوصي معاذا رضي الله عنه والنبي يمسك خطام ناقته ومعاذ يركب الناقة حينما بعثه إلى اليمن فلما أوصاه ماذا يفعل وأنه يدعو الناس إلى إشارة الله إله إلى الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وكذا ويعلم فرائض الدين فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم ترد على فقارائهم إلى آخر ما أوص به النبي عليه الصلاة والسلام معاذا ثم قال له النبي يا معاذ عسى ألا تلقاني عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا يعني عسى أنك إذا ذهبت إلى اليمن ثم رجعت إلى المدينة لا تلقاني لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا وفعلا مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ في الطريق إلى اليمن فرجع معاذ رضي الله عنه فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده قد مات وقد فارق الحياة في خطبة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا العنوان العريض لأمة جميعا لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا وطبعا إذا استشعر الإنسان الوداع في أي موقف يكون فيه يعني في أشد التركيز في أشد حالات أي حالات التركيز وبيحاول قدر المستطاع أنه هو يوصي ويتكلم بالكلام المهم الذي فيه أعظم فائدة للمستمع يعني لو الأب مثلا مسافر وأراد أن يوصي أولاده فتلاقيه بيوصي بالحاجات المهمة خلاص بالأشياء الكبيرة الفعالة المهمة كذلك الإنسان إذا استشعر الوداع أنه سيفرق الدنيا أو كذا فدائما يوصي بالوصايا النافعة له والنافعة لمن بعده من أهله وأولاده وزوجه وما إلى ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما استشعر الوداع وحينما أعلم الأمة أنه يودعها صلى الله عليه وآله وسلم اختصر في كلمات موجزات ما تفرق من خلال دعوته لعقود وسنوات وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع في خطبته حينما قال أيها الناس وبدأ الناس يسمعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا قال لهم رسول الله صلى الله وسلم وما هي الخطوط العريضة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كأمة مسلمة هناك خطوط عريضة قواعد وضعها وقعادها النبي عليه وسلم من خلال خطبة الوداع للأمة من أخذ بها وعمل بها فلن يضل أبدا ومن يعني فهمها فلن تكون هناك صعوبة في أنه يمشي في الحياة بما يرضي ربه سبحانه وتعالى وبما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتكلم في حوالي خمسة أسطر في كل سطر يحتاج إلى وقت ومزيد بسط حتى نفهم ونتعلم ونعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة من خلال سردنا لهذه الخطبة الجامعة العصماء الخطبة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته والتي صالح النبي فيها بين العقل والدين والتي ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بين الفطرة السليمة والوح والتي رد النبي فيها للعالم عقله الغائب والتي طرد ونبذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الجاهلية إن شاء الله عز وجل سيكون لنا وقفة متأنية في شرح خطبة الوداع خطبته صلى الله عليه وآله وسلم نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وترجمة نانسي قنقر شكرا